السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثاني Circuit Elements ونتعرض في هذا الفيديو إلى نهاية الجزء السادس Simple Resistive Circuits ونخصص هذا الفيديو إلى تطبيقات تخص تجميع المقاومات الكهربائية وقانون Voltage Division وال Current Division في هذا المثال مطلوب مني استخراج قيمة التيار I1 في البرانش اللي فيها 12 أور وقيمة التيار I2 في البرانش التي فيها المقاوم 4 أور وكذلك قيمة الجهد VX أمام هذه البرانش إذن لاستخراج قيمة I1 والI2 سنطبق قانون Current Division وهي واضحة من الصورة أول شيء أمام هذه الدارة الكهربائية نلاحظ أنه الـ 12 أوم والـ 4 أوم Parallel مع الـ 7 أوم يكونوا Series فتكون المقاومة الجملية تساوي 10 أوم لماذا استخراجت R-Equivalent حتى استطيع استخراج قيمة التيار الكهربائي بما أنه أعطي لي قيمة جهد البطارية فتكون أطبق قانون الأوم يعني V R-Equivalent ضرب قيمة التيار المجهول LV هي 20 فولت R-Equivalent استخراجتها هنا وبالتالي قيمة التيار الكهربائي ليست إلا قيمة الجهد على المقاومة الجملية وهي 2 أمبير الآن تمكنت من استخراج قيمة التيار الكهربائي وصلت هنا إلى النوت تفرع هذا الطيار على البرانش الأولى والبرانش الثانية بقيمة التيار I-1 و I-2 أطبق مباشرة إذن قانون current division فتكون قيمة I-1 مثال هي التيار الأصلي وهو 2 أمبير ضرب المقاومة العكسية وهي 4 أم على مجموع المقاومات عندي مقاوم أربعة و مقاوم أثناشر نفس الشيء أطبقه على I-2 فتكون 1.5 أمبير و مجموع I-1 و I-2 يعطيني قيمة التيار I لأنه تطبيق KCL هنا I تساوي I-1 زايد I-2 وهو ما تم استخراجه الآن مطلوب مني استخراج قيمة هذا الجهد VX هذا VX هو الجهد أمام المقاوم 4 أم وهو نفسه أمام المقاوم كذلك 12 أم لماذا؟ لأنه هذه البرانش وهذه البرانش Parallel فهنا أستطيع استخراج VX بطريقة T الطريقة الأولى بقانون الأوم فتكون VX هي 4 أم ضرب I-2 أو هذه البرانش والبرانش هذه Parallel أو 12 أم ضرب I-1 وبما أني استخراج قيمة I-1 والI-2 فتكون قيمة VX هي 6 V أو أستطيع كذلك استخراج VX عن طريق قانون Voltage Division فيتحول هذا السيركت مصدر الجهد عندي المقاومة 7 أم لا تتغير عندي مقاومان Parallel الـ 12 وال4 قيمة الجملية هي 12 ضرب 4 على 12 زايد 4 تساوي 3 أم وهذا هو الجهد المطلوب الجهد المجهول VX واضح جدا من الصورة VX تستخرج عن طريق قانون Voltage Division فتكون VX تساوي قيمة الجهد للدارة المتسلسلة هنا ضرب المقاومة للجهد المطلوب على مجموع المقاومات السيريز يعني 7 ضرب 3 تساوي 6 فولت وهي نفسها المستخرجة عن طريق قانون الأوم في هذا المثال مطلوب مني الآن استخراج قيمة الجهد VR4 سوف أقوم أولا ب simplification لهذا السيركت حتى أستطيع تطبيق قانون الفولت division يعني R1 والR2 هم parallel فيعوذان بمقاومة equivalent وهو الضرب على المجموع يعني 24 ضرب 48 على المجموع تساوي 16 أوم نفس الشيء R3 والR4 parallel يعوذان بمقاوم 1 قيمته 18 أوم والR5 هو نفسه وهذا هو الجهد المطلوب لم يتغير مكانه لأن R3 والR4 parallel وبالتالي يتضح لي من هذه الصورة أن V المجهولة تستخرج عن طريق قانون الفورتج ديفيجين فتكون V R4 تساوي قيمة المقاوم التي أمام الجهد المجهول ضرب جهد الدارة التي فيها هذا المقاوم على المقاومات السيريس على مجموع المقاومات في الدارة وهي ثلاثة هذا المقاوم الأول الثاني والثالث فتكون قيمة الجهد المطلوبة هي 4.69 فولت أخيراً في هذا المثال أريد استخراج قيمة I0 والV0 في هذا المقاوم ثلاثة أم كذلك أريد استخراج الpower dissipated الpower consumed في المقاوم ثلاثة أم أولاً لاستخراج قيمة V0 أول شيء سوف أقوم بتبسيط هذه الدارة حيث عوضنا المقاوم ثلاثة أم وستة أم بمقاومة جملية الثلاثة أم وستة أم parallel فتكون المقاومة هي الضرب على المجموع قيمتها إذن ثلاثة أم إذن قيمة الطيار الذي يخرج من هذه البطارية عن طريق قانون الأم هي قيمة الجود على المقاوم أربعة زائد مقاوم إثنان لأنه أربعة سيريز مع إثنان أم فأقوم بالجمع وتكون قيمة هذا الطيار هي ثنين إمبير الآن نستخراج الفي زيرو مباشرة عندي قيمة الطيار الكهربائي في الدارة هو نفسه يمر في الأربعة أم وفي الثنين أم فتكون الفي زيرو هذه هي الثنين أم بقانون الآم الثنين ضرب قيمة الطيار قيمة الطيار تحصلنا عليها ثنين إمبير فتكون قيمة الفي زيرو هي أربعة فولت الآن نريد استخراج الآي زيرو الآي زيرو عندي الفي زيرو تساوي بقانون الآم هي ثلاث آم ضرب آي زيرو والفي زيرو استخرج نها هي تساوي أربعة فولت فتكون الآي زيرو هنا مباشرة هي أربعة قاسم ثلاثة الآن نستطيع استخراج الفي زيرو والآي زيرو بطريقة أخرى عن طريق قانون الفولتج ديفيجين استخرج الفي زيرو وعن طريق الكنان ديفيجين استخرج الآي زيرو الفي زيرو هذه عن طريق الفولتج ديفيجين نستخرجها من هذه الدارة يجب أن تكون دارة فيها المقاومات سيريز الفي زيرو أمام المقاوم اثنان او وأطبق مباشرة قانون الفولتج ديفيجين كذلك باستخدام قانون الكران ديفيجين قيمة الآي زيرو في هذه البرانش هي قيمة التيار الآي قبل دخوله إلى النود ضارب المقاومة العكسية ستة أم على مجموعة المقاومات هي ستة زايد ثلاثة وأتحصل على نفس النتيجة بالطريقة الأولى الآن مطلوب مني استخراج كما طلب مني في السؤال قيمة الباور ديسيبيت في المقاوم ثلاثة آم استخرجت قيمة الفي زيرو واستخرجت قيمة الرأي زيرو في هذا المقاوم فتكون الباور بصفة عامة نعرف أنه الباور هي قيمة الجو الضرب قيمة التيار هنا عندي الفي زيرو واي زيرو أقوم بعملية الضرب لتكون البر ديسيبيت في هذا المقاوم ثلاثة آم هي خمسة فاصل ثلاثة وثلاثين وات وننهي هذا المحور الثاني بخلاصة لقانون current وقانون voltage يعني قانون تقسيم الطيار وقانون تقسيم الجود قانون تقسيم الطيار يكون في حالة أن تكون عندي المقاومات parallel وقانون تقسيم الجود يكون في حالة تكون المقاومات series تابعا للpslenع رادي الأدافت أن تقسيم الجود